موسيقى مساء الفل والخير على عيون مشاهدينا في كل مكان حلقة جديدة وتغير مع يومنا فقرتنا الأولى إن شاء الله هتكون معنا فيها دكتورة شايماء منصور وعندنا أسئلة كتير جدا هنجاوب عليها والفقرة التانية هيكون معنا فيها دكتور أشرف سمعانه برضو عندنا أسئلة كتير هنجاوب عليها فقرة الأخيرة بشرتك مع مايسي وهتكون معنا فيها دكتورة دينة أبو الصعود نروح لفاصل السريعة جدا جدا ونرجع لأشان نتابع فقرات عندنا أسئلة كتير اتبعتك فهنجاوب على جزء منها فيما يخص بقى مجال الجلدية والتجميل خلوني في البداية أرحب بضفتي العزيزة دكتورة شايماء منصور استشاري جلدية والتجميل والليزر بالمركز الطبي عاملة إيه؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله جاي لنا أسئلة كتير قوي خلينا نبدأ على طول عندنا مين؟ عندنا هويدة بتقول إن هي عندها مشكلة كبيرة قوي في وشها عندها ندبات في وشها وهي مش كبيرة يعني في السنة عندها 25 سنة والبشرة متعرجة يعني مش ندبات بس وفيها حفر إزاي تعليجها؟ خاصة إن هي استخدمت حاجات كتير قوي وكريمات كتير ما جابتش مع نتيجة هو الكريمات الدور بتاعهم إن هو ما يشيرش ندبات ولا أثار حب الشباب هنا بيبقى أثار الندبات متاعد حب الشباب إن الحباية عملت تلايف تحتها فهي الجلد المشهول بفايبر ستيشو فأنا عشان أقدر أغطي الندبات لازم أدخل بتقنية الليزر أو الدرما بين عشان أول حاجة أعمل تكسير لفايبر ستيشو ده أودا والتنين ممكن ما بعد أنا بعمل كومبينيشن في الفريتمنت بتاخد كومبينيشن في الستيشن نفسها ما باعتمدش بالفراكشن ليزر واحد ولا بالدرما بين واحدها أنا الغرض من العلاج اللي أنا أعمل تكسير للفايبر ستيشو وأن أعمل ريجينريتد يعني يخلي الجلدي ده جدد من تاني ويبني كولاجين وإلاستيك فيبر بنفسه فبدخل سواء بتقنية الفراكشن ليزر الفراكشن ليزر ده بيشير طبقات الجلد الميتة حتى هو المريض وهو في السيشن بيشم ريحة الطبقات اللي بتتشال اللي مش نظيفة فطبيعا اللي أنا عملت يعني ما يقلقوش يعني لا لا ما يخافوش لو شموا ريحة شياته ولا حاجة ما يخافوش فطبيعا المكان الجلدي اللي أنا شلت بتاعه هيطلع جلد جديد فيطلع بقى الجلد سموز وناعم وكويس فيبدأ يقفل المسام وندبات حب الشباب عشان أزيد النتائج بتاعتي أقدر أحنا بي أر بي جوة الندبات دي نفسها جروس فاكتور تقدر تمني الجلد وفي نفس وقت بكسر فايبر ستيشو بيها فيه برو تاكت كتير في السوق فيها سيريجا وضمية وهيرونيك أسد المواد دي كلها بتملى وبتشد الجلد عشان نخليه يسموز إذن إحنا كده هنعالج ندبات حب الشباب بي سيشن بي جلسات عدد الجلسات يختلف من مريضة للتانية حسب حالتها هي سوبر فيشل ولا ديب عدد الجلسات يتراوح من أربع لتمن جلسات حسب الحالة بين الجلسة والجلسة بنقول في أفروج من أسبوع لخمستاشر يوم عشان نقدر نعمل استشعال اللي إبعدها وبتبقى النتائج كويسة جدا بنوصل لنتائج تعدى السبعين والتمانين في المائة يعني التعروجات اللي في بشريتها دي عطوح؟ تبقى إن شاء الله والندبات نفسها اللي بتبقى مور سوبر فيشل بتبقى بقى سطحية ما بتبقاش عميقة جدا لو هي أصلا سطحية ممكن تختفي يعني أول حاجة ليزر ليزر ديرما بنت بنحق بلازما بي أر بي بحق مواد ميزو سيربي فيها سيركة وفيها دمائة وفيها هيرونيك أسد يعني بعمل كوباينيش في التويتمين دايما لما نعمل دمج في طرق العلاج زي ما بنقول أنا عنتي تقنيات كتير وتورز كتير أنا لو وظفتها مع بعضها أكيد هوصل لنتاجك عالية مش لازم نستعمل حاجة واحدة واعتمد عليها طيب بدي تتعامل إزاي مع بشريتها بقى أنت بتقولي أنه هو أنت بتشيري طبقة من الجيلة تبقى فيه شوية تعليمات بنقول لها فيه بعد الجلسة تلات يام ما يفعش تتعرض للحرارة بتخسر روشها بمنظفات خالية من مواد الإيريدنت أو تخسر بمية بسة بتحط كمدات تلجي الموضوع بينتهي خلال تلات يام طيب مروة بتقولي أن هي عندها مشكلة الهالات السودة من زمان يعني هي عندها 40 سنة وهي عندها المشكلة دي من وهي عندها 15 سنة ويزيد الموضوع معاها لدرجة أن هي بتقلب على أزرق والشعيرات الدموية بتبان طيب هنا مدام بتتكلم من 15 سنة وهي عندها 40 سنة فواضح أن الموضوع كرونيك وجيناتك كمان يعني حاجة وراسية لو رجعنا لولدتها أو ولدتها أو حد في العائلة هتلاقي عندهم الهالات السودة دي وراسية حاجة فاميليا هنا النوع ده شوية غلص في علاجه بعمل لها برضو تحاليل نتأكد أنه ما فيش أنيميا وأن مخزون الحديد كويس لو مخزون الحديد بنبدأ نعمل معها سيشنز بتبقى جالسة كل أسبوع فيه حاجات كتير نزلة جديدة بتعمل كنترول على الميلانين اللي بيبقى تحت طبقة الجلد دي فيقدر يعمل تفتيح فيه تقنيات تأشير بروفشنال بيلينج لمنطقة تحت العين بس الغرض منه تكسير الميلانين وأنه يعمل تحسين في الدورة الدموية واللنفوية فيه ميزو سربي بيبقى فيه فيتامين سي وفيتامين إي بيقدر يعمل لتفتيح من المكان دول بقدر فيه مصقات الميلانين كوتروي سيستن دي منحطها تحت الهالات السودة عدد ساعات معينة وفيه كريم بتستعمله فيه البيت فيه الكربوثيرابي يعني أنا عندي عندي تكنولوجي كتير هل تستخدمي الحاجات دي كلها الشخص واحد ولا كل واحد هنا بيعتمد خبرة الدكتورة على تقييم الحالة اللي قدامه يعني بتعتمد على خبرتي مع العيان ومع النوع اللي هي عندها ومع تحاليلها أنا عندي كذا عامل ببدأ أقيم الحالة دي وأبدأ أحددل لها طريقة العلاج المناسبة فيه حد ممكن يستعمل معاه كربوثيرابي فيه حد ممكن يستعمل معاه بيلينج بس فيه حد ممكن يستعمل معاه كذا تقنية في الجلسة الوحدة فيه ناس ممكن نعمل جلسة حاجة معينة والجلسة اللي بعد أسبوع حاجة تانية دي بتعتمد على خبرة الدكتورة عشان يوصل لنتيجة بس الموضوع اللي هي عليك بس بنوه إن عيانين الجيناتك دولت بيبقوا لازم يمشوا على جلسات منتينتس محافظة عيانين الحاجات الوراثية يا جماعة لازم يمشوا على جلسات محافظة بعد الكورس الأساسي يعني بعد ما بتتحسد عشان هي حاجة ورصية بترجع تتكون تاني فما ينفعش تعمل الكورس اللي 4 جلسات أو 6 جلسات أو 8 جلسات حسب حالتها وتقول أنا خفيت لا الموضوع بيرجع للتراكم تاني تدريجية فلازم تعمل كل شهر مثلا جلسة محافظة أو شهر ونص عشان تفضل محتفظة بالنتيجة مع الكريمات الهوم كير اللي بداها اللي هتمشي عليها في البيت طب الكورس بتاع تفتيح تحت العين أو الهالات السوداء ده برضو العلاج بتاعه بينطبق على الأماكن اللي دكنة في الجسم مثلا sensitive area الركب الكوع الحاجات دي ديت بتبقى الأماكن اللي فيها اللي سمرار اللي فيها بيبقى بسبب الاحتكاق أكتر والجفاف فهنا لازم أدخل أول حاجة بحاجة مرتبة نديها مرتبة تمشي عليها 3-4 مرات في اليوم دي أول حاجة لازم تعمل جلسات سيشنس عندي بيليج بالكيميكال بيليج لو هي حاجة بسيطة يعني لو حاجة دي جات حاجة سوبر فيشة ممكن كيميكال بيليج تعمل فيها نتائج كويسة جدا لو مرحلة الاسمرار دي جات حاجة قوية جدا لازم أدخل بيليج بحاجة بروفيشنال أكتر زي الميلانين كونترول سيستم ده بيعمل مش تأشير بس بيعمل تأشير وبيعمل بلوك للتيروزينيز انزيم في سوق وبيقدر يكسر لصبغة الميلانين فبنقدر نستعمله برضو في تفتيح الأماكن الحساسة والكوان والرقبتين يبقى أنا هنا برضو بحدد خطة العلاج حسب الحالة اللي قدامي طيب باكينام بتقول إن بنتها عندها 15 سنة وعندها شعر زائد كتير قوي خاصة في وشها وفي رجلها وفي جسمها كله هل بتقول هل بتعمل معها إيه يعني وانا أحب السؤال ده لأنه في ناس كتير قوي عندها أولادها عندهم شعر كتير قوي باكينام هنا لازم نعرف شوية حاجات عنها لازم أعرف هي البروت منتظمة ولا لأ لازم أتطلب هرمونات بروفايل لهرمونات الزكورة في 15 سنة ممكن تكون لسه مجاد لهش لا غالبا هتكون جاد بس ممكن تكون لسه مش منتظمة ولازم تعمل تحليلات الزكورة ولازم أشوف الموضوع فاميليا الوراثي ولا لأ وبعد كده بنبدأ معها سيشان الليزر حسب الحالة بتاعتها من حد عدد جلسات الليزر بتبقى جالسة كل 3 أسابيع لا 4 أسابيع عايزة طمينها جدا أن مهما كانت الحالة أكيد هتوصل للريزلت مع أجهزة الليزر اللي عندنا في المركز هي أجهزة متطورة عالية جدا بتجيب نتائج حتى الحالات اللي بتبقى ريزيستنس مع جلسات في أماكن تانية ومتجيبش جلسات نتائج معاها هنا لأ عندنا بتجيب نتائج وبتوصل للنتائج كويسة جدا جدا ومن أول سيشانس بتشوف النتيجة بس تيجي وتبدأ نبدأ مع بعض تعملوا ممكن الجسم كله ممكن تعمل الجسم كله ومفيش أي مشكلة عندها أجهزة بتقدر تخلص الجسم كله في وقت تنسي ساعة أو نص ساعة عشان كده بقولك بيأخذ وقت عندنا جهاز قوي جدا نتائجه هيلة جدا مش مؤلم لأن واحدة التبريد بتاعته عالية كفاية فبتقدر تخلي الدكتور يزيد في الجلس بتاعته هو متطمن من غير ما يعمل بين المريض اللي معاه طيب عندنا محمود بيقول أنه عنده مشكلة مشكلة التعرق الزائد بشكل كبير قوي ودي بتعرضه لإحراج واستخدم كتير من الوصفات الطبيعية نسألتلي عليها ما جابتش النتيجة معي مش هتجيب نتيجة حتى هو عمل ايه هو هنا اللازم ندخل كانوا الأول بيدخله بيعمله عملية بس العملية دي كان اللي بيبقى لها سايت إفكس شوية حاليا بنعمل تقنية البوتوكس بيتحل بتركيز معين وبيبدأ يتحقن في العقيد حسب الحالة هو المية بتاعته بتنزل للكف ولا بتوصل للكوع بنقيم الحالة وبنحدد كمية البوتوكس أو الجرعة اللي هو محتاجها فيه بتروح تماما بعد 3 أيام من حقن البوتوكس بيوصل التعرق للشخص الطبيعي بيبقى طبيعي جدا وممكن يضطر يحقنه بعد 6 شهور أو 8 شهور مرة كمان بعد مرة تانية عادة ما منحننشي تاني البوتوكس وما حدش يقول انه ده غلط أو خطر لانه الناس دي تبقى الموضوع أوفر عندها فنرجعوا للشكل الطبيعي للشكل الطبيعي مش بنقفل التعرق خالص طيب احنا عندنا تقرير يلا نروح نشوفه ونرجع معايا دلوقتي جهاز إزالة الشعر ده الجهاز بيبقى فيه نوعين من الليزر راجبين فيه فيه أليكسندريت وفيه الاندياك حسب لون المريضة وكسافة الشعر ولون الشعرية أنا بقدر أحدد البرامتر اللي أنا هشتغل عليها عشان نوصل للمكسيمون ريزرط من غير معمل المريضة أي مضاعفات أو مشاكل تيجي تشتكي منها بعد كده دلوقتي أنا هحدد الأماكن اللي هحقن فيها البودكس بقول للمريضة قشري بحقن العضلة اللي بين الحاجبين العضلة اللي فوق الحاجب في مكان مكانين في العضلة بحقنهم بحقن الجبهة في 8 نقط بقول لها ارفع حاجبك لفوق بحقن 8 نقط في الجبهة اضحكي بحقن لها الخطوط الدحكة اللي حوالين العين دلوقتي هحقن الفلط الفلط اللي تركيزات مختلفة حسب المكان اللي أنا بحقنه بحدث التركيز اللي أنا عايز استعمله قد طر تركيز قد التركيز بقدر استعمله اللي بحقن بالخدين والنازوليبيا اللاين والخطين اللي تحت الفم السيدة اللي بمعاني زي ما احنا شايفين كده في عندها مشاكل اتحكي هتلاقي فيه هنا تجايد ظهرت حوالين العين وتحت العين رفيعة فيها عندها تجايد في الجبهة فوق كالشري كده التجايد الحركية هنا بدأت ظهرت عندها عندها هنا خطين عامقين تحت الأنف وعندها خطين تحت الفم دولت النازوليبيا اللاين واللي هنا الماريونيت لاين دولت هنركب فيهم خيوط عشان الخيط يشددل الخد كده تاني وهنركب خيط من تحت برضو عشان نشد الوجه فهنركب الخطين هيشدلنا الخد كده لورا هنحقن بوتوكس حوالين الفم عشان الخطوط الرفيعة اللي ظهرت عندها هنحقن لها فلر عشان نعمل كونتورين بالشفايف هنحقن بلازما وميزو بوتوكس تحت العين عشان السمارد تحت العين وخطوط الرفيعة اللي بدأت ظهرت لها هنحقن بلازما في البشرة كلها وخطوط الرفيعة اللي بشرة اشتركوا في القناة نرجع ونكمل أسئلتنا بعدما شفنا التقرير وعتقد التقرير في حاجات كتير إجابات بقى الناس كتير قوي أكرم بيقول أنتو دايما بتتكلموا عن الستات هي الحاجات دي للستات بس ولا إيه ما فيش حاجة للدجالة؟ لا أنا لسه مركبة حالة خيوطي بارح لراجل عادي جدا والله يحكيني عملت له إيه؟ كان عنده خطي النزوليبيا الخد متهدل عايز يظهر شوية يعني هو لسه أصلا شباب بس مع مجموط الحياة خاصة فترة يعني كبيرة فالوش بقى يعني أكبر من سنو ركبنا له خيوط شدنا بيها التشيكسي تاني الورا كده فرجعنا كنتور الوش حقنطلو فدر لأنه كان عنده هبوط في المنطقة بتاعت الخد داخل الجوة فحقننا فدر في الجوانب حقنطلو بوتوكس وعملنا ده يعني بس شغل الرجالة غير شغل الستاتي دكتورة شايماء شوية؟ في إبوسي هو ممكن التكنولوجي في التكنولوجي نفسها بس يعني الطريقة اللي هحكم بها اللي تختلف يعني مثلا لو هاجي أتكلم في ست أكيد هعمل لعب الفلرشيكس لكن فرجع مش هعمله كده هعمل له الفراغات بس اللي في خده لكن مش هرفع الخده ويحمد ربنا وكفاية على كده عشان كامل دلوقتي بيقولي طب اللي ما عندهوش مشاكل زي حالاتي يعمل يحمد ربنا يا كامل وما يعملش أي حاجة ليه وحتى مش لازم يبقى عنده تجايد عشان ييجي الدكتور التجميل انت ممكن تيجي تعمل شوية بلازما ونضارة عشان تحافظ على شبادر لان كل اللي هنكبر مع البي ار بي نحن نعمل تجديد للبشرة مش بندخل ندخل البوتكس ولا فلر عشان في مشكلة لأ نحن ممكن نحافظ بدر جدا صح صح بحاجات دورية الميزو سربي الدرما باد دي كلها بتعمل ريجو فينيشن بتعمل قاعات تحيوية للبشرة مش لازم يبقى عندنا وبتأخر الشيخوخة كمان بتأخر الشيخوخة بتدي الفريش لوك بتدي بشرة وردية بتدي بشرة اللمعة مش لازم يبقى عندنا عيوب عشان نروح لدكتور التجميل مش لازم نبقى معيوبين عشان نروح لدكتور لا خالص بالعكس ده يعني البحث عن الجمال ده حالو بالعكس ده انا وظيفتي الاساسية اللي انا اوصل للناس رسالة نحتفظ بشبابنا مش نجاعت عشان نروح للدكتور ده مش صح طبعا طبعا نحن بنرجع الشباب تاني بس الافضل ان احن نحن نحفظ على الشباب اللي ربنا دهن وليه هو دكتور التجميل لو احتاج في يوم من الايام انه يعمل اي حاجة اكيد هيعمل ما انا بعمل عادي اهوه ده ايه قولي يعني اكيد كلنا مع السن تجاعت التعبرية بتبدأ تظهر عندها مفيش واحدة ما حصل لاش كده معه سترس الحياة وكتر مناحة بالكشف وسترسفول اكيد هتبدأ تظهر عندها الخطوط الجبع والبين الحاجم فانا بحقنهم عشان ما توصلش ان هي تبقى سبتة وبعد كده اجي احقنها ما وصلش للنتيجة اللي انا عايزها مادام ظاهرت منها حقنها حاجات الناس متخيلة ان دي عملية تجميل لا دي بروسيجور ما بتاخدش ثواني حاجات بسيطة سمعين يا جماعة سمعين يعني دكتورة التجميل نفسها بتحقم بوتوكسو عادي فيعني احنا نعملين بها حاجات سيف يتدوبة من جلسات للشعر عشان التساقط لاني برضو في مرحلة في مرحلة خارجة فيها من ولادة فاكيد جسمي محتاج انه يتعود فبعمل جلسات لما بيجيلي سيدة وتقول لي اب دي مش خطر والله انا بعمل نفسي الجلسات يعني اعيزة الناس تطمن اكيد مش هضر فيها نفسي جلسات الليزر الناس دي جي تشتيك يا دكتورة مش هتعمل لي بعد كيها تشوهات اجنة انا ما يفعش اتعرض لشعر انا كنت حامل وانت عارفة اعيوة دكتورة شايماء منصور استشار الجلداء والتجميل والليزر بالمركز الطبي هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل هليكون معنا دكتورة وبردو عندنا اسئلة كتير قوي في مجال السمنة وتنسيق القوام وما اكترهم الناس اللي عندهم مشاكل في جسمهم ومش مبسوطين وغير راضيين احنا عايزين نتغير وعايزين نبقى احلى ونبقى اجمل علشان كده هنجاوب النهاردة على الاسئلة اللي حضراتكو بعدتوها مش كلها هنجاوب على بعضها خليني راحب بضيفي دكتور اشرف سمعان استشاري جراحة التجميل وتنسيق القوام بالمركز الطبي يا اهلا يا اهلا الهان سهلا حفاظ جات لك اسئلة كتير قوي عندنا اول سؤال من مهتاب بتقول ان هي عندها مشكلة كبيرة جدا انه عندها الجناب والمؤخرة فاضية خالص معندهاش فيها اي كيرف ولا اي حاجة وده بيسبب لها ازعاج كتير قوي بتضطر تلبس لبس معين هي عندها 23 سنة وهتتجوز بتقول ايه الحال بنشوفها كتير الحقيقة الموضوع ده في البنات في شوية جراءة انا عايز اقول الكلام ده يعني في الاول كانوا بيخافوا يعملوا تكبير وسيليكون وكلام زي كده وعمتها كانت تقول لك ده بنت لسه ولسه ما جوزتش وحاجات كده لكن انطبعات اتغيرت الحقيقة يعني الفترة اللي فاتي دي بنشوف بنات كتير انسات بيعملوا تكبير الهانش بالسيليكون عاملينها البنات كتير انا يمكن اذكر واحدة مريضة من فترة قريبة من اسبوعين تقريبا عملت في نفس اليوم اللي كشفت فيه اه دي كانت جاية من بورسعيد الحقيقة انا فاكر كواس جدا وعملت في نفس اليوم قالت انا مش اقدر ارجع تاني لمشوارها عملت في نفس اليوم فتكبير الهانش عند السيدات او البنات عموما بالسيليكون طبعا بالنسبة للسؤال ده السيليكون السيليكون هي ما قالتش بقى هي عندها دهون زي ايه ده في اماكن تانية ولا لا؟ مش هتلاقي عندها انا مبارح جات لي واحدة مبارح بس جات لي واحدة سبعة وخمسين كيلو مدام هي الحقيقة وبتشتكي نفس الشكوى دي ما عندهاش جنبين ومعندهاش عنش طبعا السيليكون هو الحل الجزري للموضوع لانه نتائجه اسرع ونتائجه اسبت بكتير من حقن الدهون دي مهمة جدا يعني بدي نتيجة سريعة جدا وكمان نتيجة سابتة ما بتتعصرش كمان عمليته بسيطة جدا يعني لو شرحنا العملية بنلاقي مثلا جرح طوله تقريبا ثلاثة سنتيمة ما بيعديش الطول اللي انا عمله ده بالزبط كده عقل تنسي بقى وخلصت العملية طيب فيه ناس بتسأل بتقولك طب الكونتور او التكتشور الملمس بيتغير يعني سألت سولدن بارح برضو بنسبة الحالة دي الملمس ما بيتغيرش تماما نهائي لان احنا بمتركب السيليكون إيم بلده تحت العضلة تحت العضلة طب تبقى ديب فيه طبقات كتير قبلها بحيث ان الملمس ما بيتغيرش خالص عشان كده يعني فيه طبقة جلد طبقة الدهون طبقة عضلات كمان فهو الملمس ما بيغيرش طب اقولك حاجة الناس اللي عندها دهون بقى يعني الناس اللي عندها يعني تقدر تاخد منها دهون كتير حتى لو انا هاخد موجودة فيه دهون انا مش بفضل كتير حقن الدهون في التكبير المؤخرة لان برضو النتائج ما زالت ضعيفة يعني حتى لو فيه اكبر كمان من الدهون تاني حاجة بالنسبة للجنبين يعني ممكن نستفاد بحقن الدهون في الجنبين اه صح يعني نستفاد نوفر كمية بحيث ان احنا نحينا في الجنبين لكن لو وزعنا الدهون في منطقة المؤخرة والجنبين مش هتبنح لها خالص ده اكيد مية في المية طيب عندنا صفة بتقول ان هي وشها تخين جدا هل في حاجة مناسبة لان هي تنحط وشها بيها او تعمل هو فيه طبعا شفط دهون في الوجه احنا عملناها يمكن مرات مش كتيرة عشان ما بقاش كداب يعني احنا عملناها حوالي 4-5 مرات هي نتيجتها معقولة مش بتبقى طبعا 100% لان جزء كبير من التضخم الوجه ده بيوبع عضلات دي مهمة جدا ان احنا هو بعرفينها يعني في ناس تقولك طيب انا شفطه يعني والنتيجة مثلا كانت الحقيقة نتيجة حوالي 70% 80% ما هو لو 70% برضو يبقى قوي مقبول جدا مقبول جدا ماشي لكن معظمها بيبقى فيه نسبة كبيرة منها عضلات ودهون وتلايوفات واحنا مش فط الدهون فقط فيه ناس بتقطنع يعني انا شفت مثلا الموضوع ده قرر مرتين تقريبا التانيات والتراهولات الوجه دي هو اكتر حاجة بيبقى اللغد اللغد سهل جدا 100% فوش مشاكل خالص لكن فيه انا شفت موضوع كده تحصل قدامي ان فيه دكتورة محولة حالة عندها تراهولات في الوجه كده ومتخيلة ان دي لو شفتناها هتروح لأ الكلام ده مش مستمر ده فين الدكتورة دي لا اه 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 دي ما انا شفتها مرتين على فكرة مش مرة واحدة الناس متخيلة ان ازا كانت تراهولات البطن مش بتروح بالشفت تراهولات الوجه هتروح بالشفت تلايب عندنا ماروان بيقول ان هو عنده ظهره فيه دهون كتير جدا يعني بتتشبه بيشبهها بانه هي زي القتب او الحمل على ظهره هل دي لها علاج ولا هي بتبقى عظمه وتكوين داخلي لا طبعا هو بتشوفه بس الدهون المتكتلة في الظهر ما بتبقاش كتير عند الرجالة برضو دي ملحوظة مهمة فممكن يكون عنده فعلا جزء عمود فقري جزئيا انا ما شفتهش طبعا عشان احكم لكن عند الرجال الموضوع مش كون عند السيدات بنشوفها كتير طبعا لو هي طب لو عند السيدات او عند الرجال يبقى شفت دهون 100% فيش اكتر من كده لكن لو فيه جزء من العظم مثلا عمود الفقري معوج ودي بنشوفها برضو موجودة لا يبقى محتاج انه يعمل جراحة اعزام طيب دهون الظهر سهلا ان هي تتعامل سهلا جدا وطبعا نتيجتها 100% نفعاش مشاكل خالص يبقى فتحتين في الظهر وبنشفط منهم والدهر كله دي سهلا جدا دهر كله فقل تحت اه 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 فتحتين في النص طبعا بالنسبة لدهون التراكم الدهون عند الظهر ده فتحتين في النص عند مكان البراء بنسبة للسيدات عند مكان البراء نفسه بنسبة للسيدات 100% من السيدات بيشتكوا من دهون الظهر 100% 100% معقولة اه طبعا كلهم بيجوا بيشتكوا من التانيتين الظهر المشهورين كلهم فاحنا لازم بنعملها شفت روتين يمكن في كل السيدات اللي بنعملها قليل جدا لما بنلاقي مثلا شاكوا من البطن بدون الظهر لا البهر داخل في كل شكاوتها طيب شاهد بتقول أنا عايزة أسأل دكتور أشرف أنه هي دلوقتي حامل وهتولد بتقول هل يعني كويس أنه هي تعمل عملية شفت وشد دهون أثناء عملية الولادة ولا يستحسن أن هي تستنى شوية بعد الولادة طبعا هي لو أولادة قيساري أنها ممكن تتعمل في نفس السجن دي مهمة جدا لكن لو هي أولادة طبيعي لا طبعا طبعا ممكن جدا نحن نعملها في نفس العملية وبتبقى أسهل الحقيقة يبقى نفس الفتح ونفس التكنيك ومعظمهم موجود يعني زي ما احنا بنقول بتتعمل كتير؟ بتتعمل كتير مش قول إيلا أبدا بتطلب عندنا حتى في عمليات الهيستريكتومي دلوقت أنا بتتعمل الهيستريكتومي لو أسقصار رحم مثلا السقصار ورم ريفع الرحم أنا بشوف الموضوع بكتير لو أمريك فتاء كمان ممكن تتصلح مع لا الفتاء ده روتين مع كله يعني لو فيه فتاء مع شد ترهولات البطن لازم يتعمل لكن أنا شفت مثلا حاجات جديدة أن المريضة دخلة تعمل السقصار رحم بتعمل شد ترهولات بطن مع السقصار رحم دي موجودة على فكرة وشائعة جدا ومن دول وكمان مثلا والمريضة دخلة تعمل حاجة في المبايد كيس على المبيض أو حاجة زي كده تروح عاملة شد وشفت كمان تعمل شد كمان والله هاي طبعا كده أن العملية سهلة جدا لدرجة أنه ممكن تتعمل مع عملية تانية أيوة أيوة ده لسه كان قريب الموضوع ده موجودة كتير يعني اه إذن ممكن يا شهد تتعمل مع الولادة مع الولادة بس يعني بتجيب نتيجة بيرفكت ولا طبعا هي 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 نفس النتيجة يعني حتى لو لسه رحم ما رجعش الحجم الطبيعي ده ما بيأثرش علينا كتير طيب هي هي مونة بتقول إن هي أمامتها ستة عندها ستين سنة وبتعاني من دهون شديدة جدا في الرجل وعلى ركبة بالتحديد على ركبة بالتحديد مش قادرة تتحرك ولا تتني رجلها هل السنة ده مناسب لإجراء عملية شفت الدهون وهل لو عملت عملية شفت الدهون ده هيساعدها كتير في نهاية التحرك هو مناسب ما فيش مشكلة خالص لكن دايما بنلاقي الشكوى في السيدات الكبار تراكم الدهون عند ركبتين والرجلين زائد أهم من ده وزن عالش هي ما ذكرتش الوزن أكيد وزنها عالي طالما عندها دهون على الرجل مش لازم بس لو هي وزنها عالي التفكير مش هتوجه لشفت الدهون ما تزعلش مني ما تزعلش مني المريضة أو المشاهدة مونة ما تزعلش إن أنا مثلا مش هقول لها شفت الدهون هي بيبقى احتياج المرضى في السنة ده إنهم يخسوا كتير على الميزان دي أهم حاجة يخسوا كتير على الميزان وأكيد حركتها قليلة بالضبط كده عشان حركت تبقى سهلة مش هتستفاد المريضة كتير لو أنا عملت لها شفت الدهون فقط عشانهم بواضحين هي بتعمل بلون معدى مع شفت الدهون بلونة مع شفت الدهون لإن أنا لو عملت لها شفت الدهون فقط الوزنة هيقل مثلا هنقول كام سبع كيلو وعشرة كيلو لكن محتاجة تخس على أقل تلاتين كيلو كل المرضى اللي في السن الكبير ودايما بتسمعي الكلمة المشهورة برضو ماما ما بتاكلش كتير مهما بتتحركش مش بتتحرك كتير برضو يعني حتى ده رد برضو اللي هتسمعيه وبعد كده تقولك ليه بلون معدى ما ما بتاكلش كتير بلون معدى بيساعد بشكل كبير جدا على الحرق بالزبط يعني حتى لو كمية الأكل قليلة أعتقد أنه عدم الحركة مع كمية أكل قليلة برضو هيعمل سمنة يعني مش مش هيعمل هيعمل سمنة فالبلونة دي حل مهم جدا يعني شفت دهون وبلون أسهل بكتير من إحنا هتخش في قصة تكمين معدى وكلام زي كده دي مرحوظة أنا كان عندي لسه أسئلة كتير والفقرة خلصة برسيليك يا دكتور أشرف وعلى وجودك معي يا دكتور أشرف سماعيل استشاري جراحة التجميل وتنصيق القوام بالمركز الطبي هنضوح لفاصل ورجعنا مرة تانية وبشرتك مع ماسي وعايزة أقولي أن الجمال مش حكرة على حد أبدا كل واحدة في إيديها أن هي تكون جميلة وفي إيديها أن هي تكون أحلى مش شرط تكوني بقى شعر كسفر وعنيكي خضرة والكلام ده لا 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 دلوقتي يعني الجمال ده يعني موجود وفي إيد كل الناس أن هي تكون شكلها أجمل وشكلها أحلى خلوني أرحب بضفتي العزيزة دكتورة دينة أبو سعود المدير الطبي لماسي فرم حامل إي يا جميل هو الجمال حكرة على حد أبدا لا طبعا كل ست وكل رجل فيهم حاجة جميلة ربنا خلق إن الله جميل يحب الجمال صحيح وكل واحدة فيها موطن جمال بس هي عايزة تركز عليه وتحتم أيها بالضبط أي حاجة يعني أي واحدة جميلة ما احتمتش بشرتها تتفي ده أكيد صحيح يعني أكيد حتى التفيح حصل لها إجهاد هلت سودا الوشح يبقى مجهد جدا فعالطول بنصح سيدات وبنات ورجالة كمان بقولك يعني الرجال بعلنين قوي تصدقين موضوع ده بيبعطولنا كتير قوي وكأنتم بتتكلموا عن الستات وبس ما بتكلموش عن الرجالة ليه وإحنا ملناش نفسي ولا ليه طبعا أنا بقى على طول على الفكرة والله بقول يعني وعايز أقولك إن فعلا رجالة كتير جدا جدا ماشيين على ماسي درو جولد تشتروا ماسي درو جولد ومبسوطين جدا من نتائجه يعني فيه رجالة بيهتموا بجسمهم قوي بس على طول عايز أقول لأ مش لازم تهتم بالجسم وتسيب بشرتك يعني لازم تهتم بالجسم بقى فيه اهتمام أنا ملاحظة بقى فيه اهتمام كبير جدا من الرجال طبعا للاهتمام ولا يعني هنقول ده بقى ولا هو حقن مثلا هتقوله لا مش عاوزين ولا لا دي حاجة لأنه ما معرفش بيكسلوا ويروحوا مراكز تجميل أو مش فاضين يروحوا بقى بيشتغلوا فبنجيب لهم كريم يغنيهم عن الحقن وديهم بشرة نظر جدا والكريم قاعد معهم في البيت يعني مش هعملوا أي مجهود خالص قوليلي بيشتغل ازاي ماسي درو جولد على البشرة ايه الحاجات اللي بيعملها وايه الحاجات اللي الواحد بيحسها اول ما يحط ماسي درو جولد من اول مرة ماسي درو جولد من اول دهنة بتحسي بنضارة بتحسي ان وشك فيه سخنية فيه لسعان بسيط قوي بتحسي بتنشيط الدورة الدموية بتحسي ان وشك ملمسه بقى ناعم كل الحاجات دي من اول دهنة دي من اول دهنة بتحسي بالكلام ده ماسي دورو جولد بيشتغل ازاي كل عنصر من عناصر ماسي دورو جولد بيعمل حاجة معينة الدهب ليه فوايض طبعاً وفيد 56 وعنصر طبعاً فاحنا العناصر اللي نتكلم عنها دي هي الحاجات الهم العناصر وعندنا بقى نتكلم في 56 وعنصر كتير او يبقوا كتير نحن عايزين 56 حلقة بالزبط بالزبط هل نتكلم عن اهم حاجة وهي الدهب الدهب الكولوجين معدلها بيقل مش بس بسبب تقدم في السن بسبب عوام الخارجية كتير جدا ممكن بنتي من هي عندها 19 سنة نسبة الكولوجين في بشرتها بتقل هتلاقي تجعيدة هتلاقي هلات سودة هتلاقي تشاؤقات هتلاقي جفاف في البشر ماسي دورو جولد بيولد خلايا جديدة دي حاجة مهمة جداً ان الدهب في ماسي دورو جولد بيولد خلايا جديدة من طبق الجلدية السفلية الخلايا الجديدة اللي لسه مولودة بتبقى صحية جداً بتبقى ناضرة من غير أي شوائب وسموم خالص عشان كده بيجدد شباب البشرة وعلى طول بقول ان ماسي دورو جولد بيصغر في سن البشرة 10 سنين صح بيصغر في سن البشرة وفي الكواليتي في الشكل وفي الكواليتي لانه الكواليتي بتاعتها بترجع بالفعل اصغر 10 سنين كمان في حاجات مهمة قوي في الدهب فواية كتيرة قوي انهو بيزيل الخلايا الميتة بيزيل الشوائب بيزيل البصور بيزيل السموم لان الدهب دي توكس فانت قريدي بقى بتشيل طبقة الجلد الميدة وبتولدي خلايا جلدية جديدة صحية ناضرة فيها اكسوجين اكن خلايا البيبيز يعني فدي حاجة مهمة قوي وعلى طول بقول ان كنت كل ما بتستخدمي ميسي دورو جولد شكل الراجل او شكل الست بيصغر اكيد ده بالنسبة للدهب في حاجة كمان نستطيع قولها على الدهب ان الدهب يشد الجلد الدهب يدينا بيعالجوا به امراض مستعصية طبعا مش هيعالج شوية مشاكل في البشرة طبعا يعني ده يا جماعة فعلا اثبت علميا انه الدهب بيعالج امراض مستعصية وتقدروا تعرفوا ده وتدخلوا عن ناته وتعرفوا ده طبعا ميسي دورو جولد مليان على اخره دهب الاول والاخر وفي كل ضغطها هتلاقوا دهب بدلا ما تلبسي دهب على عليك يعني ايدي بتستفدي بالدهب ده جوه بشرتك طبعا هتلاقينا الشهادات كده يا كامل على الشاشة اللي كل مرة بنطلعها لانه كل مرة بقول انه ده حق السادة المشاهدين ان هوم يشوفوها طبعا طبعا اكيد طيب الدهب بقى الكافيار الكافيار ده مهم جدا لنظارة البشرة طبعا بس في حاجة انتيت اقولها في الدهب لان في ناس كتير قوي بتعاني بين بقع بتعاني من تصبغات بتعاني من نمش الدهب يعالج الكلام ده وبيزيله تماما لان الدهب بيحفز على دخول الاكسجين الاكسجين جوه الخلية والدهب بيقلل افراز الملالين المسؤول عن التصبغات دي كلها فالدهب بيفتح لون البشرة وبيوحل لون البشرة كبير تمام اذا ماسي دورو جولد غني بالعناصر اللي اي بشرة ممكن تحتاجها اللي عايز يشد وشه بقى اللي عنده مشاكل تصبغات اثار حبوب هالات سودة طبعا فعلا عن تجربة من ناس كتير جدا وان اسئلتنا للناس لانه دايما احنا بنحب نسأل ونعرف ايه الاخبار وعايز اقولك ان العلماء تمانا اكتشفوا سر جمال للملكة ليباترا هي ملاحقتش تستخدم ماسي دورو جولد لا مش ماسي هي استخدم الدهب انا بقولها هي سر جمالها ان هي كان بتستخدم الدهب كل يوم ده حفظت على شبابها الدائم فالدهب عنصر مهم جدا 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 للبشر ومن يكره ان هو شكله يبقى صغر عشر سنين لا طبعا من يكره ان الواحد يبقى صغر يوم واحد يوم واحد صحيح انا بشكرك كده ان دونس على وجودك معي النهاردة بقى مبسوطة او يبقى وجودك معي وبين ما سيدورو بلد على وشك على فكرة رأيكم بشكركوا جدا حلقتنا خلصت وفقراتنا خلصت شوفوا القاعدة بتاعتنا كل يوم الساعة 8 صباحا وبنقابلكو كل يوم الساعة 13 والحلقات كلها هتلاقوها على اليوتيوب كنت سعيدة جدا بلقائكم كنت معكم يومنا طولان السلام عليكم اشتركوا في القناة